أختي هل تعلمي أن عدم التزامك بالحجاب يعد من الكبائر؟ أو الله من الكبائر يعني ليس من صغائر الزنوب بل من الكبائر ومشكلة الكبائر مشكلة كبيرة سنذكرها الآن لكن الدليل الأول على أن عدم الحجاب من الكبائر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما أي لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ياه لكن كيف كاسيات عاريات كاسيات معناها لابسات عاريات معناها كاشفات فإزاي هتبقى لابسة وإزاي هتبقى كاشفة الجواب واضح وصريح وقد رأينا هذا الصنف والأسف الشديد في زمننا وفيه تطور إلى الكشف أكثر فهن يلبسنا يلبسنا لكن كاسيات الشعر بين الرأب بينه الرجول بينه الإيد بينه كاسيات هم لابسين بس كاشفات كاسيات عاريات أو لابسين كويس لكن ضيق فيوصف الجسم والبدن بطريقة كأنك ترى ذلك من غير لبس وللأسف الشديد فهذا دل على أن التي لم تلتزم بالحجاب من أصحاب كبائر الذنوب طيب إيه الفرق بين الكبائر وبين الصغائر النبي صلى الله عليه وسلم وضح في حديث أن الصلوات الخمس والجمعة للجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما إن اجتنبت الكبائر إن اجتنبت الكبائر فقد يخطأ الإنسان ويفعل معصية وقد يذل في مسألة معينة أو في ذنب معين لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين لكن لأصحاب الصغائر الذنوب البسيطة الخفيفة أما أصحاب الكبائر فلا توفر لهم الذنوب الصغيرة ولا الكبيرة بالحسنات والأعمال الصالحة لابد من توبة نصوحة جدا 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر أي إن لم تفعل الكبائر من المعاصي والذنوب فإن فعلت الكبائر من المعاصي والذنوب لم تغفر لا هذه ولا ذاك ولم تؤثر الحسنات على تكفير السيئات وللأسف الشديد أنت عايزة كده؟ طيب أنت مش عارفة أصلا إن الحجاب فريضة على المسلمة فريضة؟ يعني هل هو من أركان الخمسة للإسلام؟ لا هو ليس من أركان الخمسة للإسلام لكن الأركان الخمسة هذه أسس الإسلام فمن لم يأتي بها كاملة فليس على الإسلام وليس داخل في دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه الأسس لكن هذا لا يمنع أن الناس يجب عليهم أمور أخرى ليست مذكورة في هذه الأركان الخمس ومع ذلك هي من الواجبات على كل مسلم وعلى كل مسلمة ومما يجب على المسلمة الحجاب إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شكرا للمشاهدة